لسه كمان مع أخبار ندينا النادي الأهلي الحقيقة الأهلي 11 عالمياً في المركز 11 عالمياً طبعاً في التصنيف الأخير للفيفا متفوقاً على فرق كتيرة جداً نتكلم على برشلونة باريس سان جيرمان النهاردة لاتحاد الدولي للتاريخ والإحصاء لقرط القدم بيصدر التصنيف الشهري للأندية في العالم كله عن شهر يناير اللي فات واللي شاهد تفوق كبير للنادي الأهلي وتقدم في الترتيب العام عقب طبعاً مشاركته في كاس العالم للأندية النادي الأهلي احتل المركز الرابع في التصنيفات كاس العالم للأندية اللي اختتمت مؤخراً في المغرب وحق إخلالها فوزين على أوكلاند سيتي وعلى سياتل الأمريكي الأهلي في الترتيب 11 عالمياً زي ما حضراتكم شايفين فيه تفوق كبير على مستوى الترتيب على العديد من الأندية العالمية زي باريس سان جيرمان نتكلم على باير ميونيخ الألماني بارشلونة الأسباني وطبعاً بالنسبة للفرق المصرية اللي يمكن بتمثل مصر على مستوى الأفريق نتكلم على نادي الزمالك احتل المركز 53 عالمياً فريق بيراميدز احتل المركز 65 وفريق فيوتشر احتل المركز 145 دي الأندية الأربعة الممثلة طبعاً لمصر في بطولة أفريقيا للأندي باير ميونيخ جيه في المركز 15 بارشلونة في المركز 16 طبعاً خلف النادي الآهلي بخمس مراكز باريس سان جيرمان في المركز 19 عالمياً وحضراتكم النادي الآهلي صعد 6 مراكز في التصنيف الشهري للأندية عن الترتيب الأخير كان طبعاً كان رصيده في التصنيف 218.5 نقطة حالياً يعني فيه لو حضراتكم شايفين فيه أربع نقاط بس تفصل النادي الآهلي عن أن يكون في العشرة الأوائل على مستوى الأندية في العالم ده شيء خلينا يعني ندعو كمان للفخر الحقيقة لأن النادي الآهلي دايماً هو ده يعني هو ده النادي الآهلي النادي الآهلي مش هقولك أصبح النادي الآهلي نادي عالمي على مستوى كبير جداً من الاحترافية تواجده في المحافل العالمية وتواجده في هذا الترتيب بيقول أن النادي الآهلي نادي عالمي والحقيقة النادي العالمي مطلوب منه أكتر وأكتر وكلنا كجمهير النادي الأهلي بنسعى للمزيد وزي ما بقول لحضراتكم أفلنا صفحة المونديال وعندنا تركيز كبير جدا على البطولة الأفرقية على مشوار الدوري الممتاز وعندنا بطولة كأس مصر السنادي وبالتالي تحديات كثيرة جدا ينتظرها النادي الأهلي وولادنا ورجالتنا أدها وإدود